توصل محافظة المينيا تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة وذلك في إطار جهود الدولة لتوصيل الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين أوضح محافظة المينيا أسامة القادي أن مدرية الصحة قد نظمت قافلة طبية بقرية حلوة بمركز مطاية يومي الخامس عشر والسادس عشر من ديسمبر الجاري ذلك تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين حيث أسفرت القافلة عن توقيع الكشف الطبي على 1673 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحاصات اللازمة لهم بالمجهن